بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبي الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته درسنا في فضل عبادتي بالليل عن عمر بن عبسة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكونوا رواح الترمذي وصحاب الألباني أميالو تالاتنا أنت تكون ممن يذكر الله في الكريم تجمع أن يكون ممن تغلق في مق habit فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في الأحيان ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر